ذكرت وزارة الخارجية أنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية وكنسولية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم في إطار عادة تمركزها في موقع آخر بالسودان حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ خطة إجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف وأوضحت الخارجية أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لعمليات إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن